المشاهدين الكرام أهلاً ومرحباً بكم كما تشاهدون هذا التوربين رياف عمودي خلزوني بعد التصميم والتنفيذ وقابل التركيب صمم على إنتاج 12 كيلوان التوربين بالكامل مصنوع من الفديد ومطلي بطلاء مضد للصدى التوربين يفتوي أو يتكون من أربع شفرات مقوسة وأنسيابية بدرجة ميول من أسفل إلى أعلى بزاوية 45 درجة أين على نقطة في الشفرة مقابل لأسفل نقطة من الشفرة التي تسبقها ارتفاعاً أو طول الشفرة 5.8 متر وبعرض 80 سنتيمتر ومصنوع من الصاج المجلفاً بسماكة 1 ملي متر ومثبتت مع المحور في 5 مستويات قطر التوربين الدوار يصل إلى 1.90 متر هيكل وقاعدة التوربين مكون من ثلاثة مواصير حيث أن المواصير بقطر الستهج وبسماكة 2 ملي متر وبارتفاع كل 12 متر يتم تثبيت التوربين بارتفاع منخصد إلى صدف الأرض ويدور عند سرعات رياح منخفضة وهذا متميز بالتوربينات الرياح العمودية حيث أن التوربين يبدأ بالدوران عند سرعة رياح 2 متر في الثانية وأقصى سرعة دوران يصل إليها هي 245 دورة في الدقيقة ونحن حاليا نعمل في المرحلة التالية والمتمثلة في تصميم وتنفيذ مولد كرسي مغناطيسي منخصد السرعة عالي الكفاءة وعمل الجيربوكس المحوري المناسب لنقوم بعد ذلك بتركيبها على التوربين وأجراء الاختبارات والقياسات المختلفة ومقارنتها مع سرعات الرياح وشدة الأحمال المطبقة لنصل بعد كل هذا إلى إنتاج الدراسة النهائية المفصلة بتوفيق له فلا تنسوا متابعينا الكرام من الإعجاب بالفيديو وعمل تعلق مناسب وإذا لم تكن مشترك في القناة فلازم تعمل اشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلك كل جديد في مجال الطاقة الكهربائية وشكرا لكم